رغم حسار ثورة فبراير في ذكرها التاسعة إلا أن شعلتها ما تزال متقدة في عدد من ميادين المحافظات اليمنية في تأكيد على أن مطالب الثورة لا تزال قائمة حتى تحقيق أهدافها في الدولة المدنية والانتقال السياسي مدينة تعز معقل الثورة التي شهدت نصب أول ساحة اعتصام شهدت أبرز الفعاليات الثورية بدأت مع إيقاد شعلة الثورة في شارع جمال وانتهاء بتنظيم احتفالات فنية وجماهيرية في قلعة القاهرة المعلم الأبرز في المدينة تمتد الفعاليات الثورية إلى مدينة التربة مركز مديرية الشمايتين إذ نظم مجلس شباب الثورة فعالية أكد الحاضرون فيها على أن الحالة الثورية نقلت من الميادين السلمية إلى ميادين المعارك لاستعادة الدولة التي سيطرت عليها ميليشيات الحوذي لثورة الحادي عشر من فبراير لنجدد العهد والولاء لشهداء أحد عشر فبراير والجرحى أحد عشر فبراير ولكل المناظرين والأحرار والشرفاء بأننا لازلنا في خط الثورة وبينما كانت الاحتفالات تعم المدينة المحاصرة من كبل الحوذيين منذ أربعة أعوام كان ثوار فبراير في مدينة مأرب ينظمون الاحتفالات احتفاء بمرور تسعة أعوام من الحلم اليمن الذي لم يتحقق شبوة هي الأخرى احتفت بالثورة في لحظة تعيش المحافظة حالة من الاستقطاب السياسي الحاد والمواجهات العسكرية بين قوات الجيش وقوات المجلس الانتقال الجنوبي المدعوم من الإمارة نؤكد على تمسكنا بأهداف الثورة المجيدة التي رسمها أحرار فبراير وخطوها بدمائهم الزكية والطاهرة حتى تحقيق تلك الأهداف الملاحظ أن المحافظات التي اكتفلت بالثورة لا تزال تعيش حالة من الصراع المستمر ضد الثورة المضادة التي وقف على رأس حربتها نظام صالح ومن خلفه الإمارات وميليشيا الحوذين التي تتكئ على الأطماع الإيرانية في اليمن في المقابل خبى بريق الثورة في المحافظات الأخرى وبدت ذكرى فبراير وحيدة إلا من شبابها الذين باتوا على يقين أكثر بأن السعي في طلب الحق غربه